يجب أن تبقى ملكا لجميع المغاربة يجب أن تتحول إلى مؤسسة متكاملة لحفظ الذاكرة والطرق هذا يشوي من مرفولوجية القصبة يسمى تشين بناء ما يسمى هنا بغرم ترقا أو قصر بني ترقا وترقا هي ساقية دي الماء وتسمية دي القبيلة ترجمة نانسي قنقر قصبة لودايا قصبة لودايا لإسم معروف بها حاليا هو لودايا ولكن هي كانت معروفة بعدة أسماء نظرا لأنها عرفت واحد الحيوية والاستمرارية وهي مهمة جدا في تاريخ عاصرات الدول المتعاقبة وعاصرات التحولات لعرفتها المنطقة دي البورغراج والمغري بشكل عام هي حسب ما تؤكده المصادر التاريخية أنها من تأسيس المرابطين بعدما السوء مرقش في 1060-1062 يوسف بن تشفين در توسع عجاله نحو الشمر وتصدم بربورغواتين بربورغواتين هي واحدة دولة أمازيغية كانت تحكم من نواحي نهر سبو إلى جنوب أسفي كانت معارك شديدة ومعارك كثيرة ما بين البرورغواتين والمرابطين أصفرت إلى قتل مؤسس الدولة المرابطية وزعيمها الإيديولوجي اللي هو عبد الله بن ياسين منتفون حاليا في نواحي الرباط في مطاقات كريفلا إذن يوسف بن تشفين هو اللي بناء أو القصر حسب ما تؤكدوا المصادر رغم أن يمكن أن تكون هناك بناية قادمة لأن الموقع استراتيجي مهم يقع على الضفة الجنوبية لناهر بورغراغ والتقائه مع تمسيه مع مصب في المحيط الأطلسي المرابطين يوسف بن تشفين بناء ما يسمى هنا بغرب ترغوة أو قصر بني ترغوة وترغوة هي ساقية دي الماء وتسمية دي القبيلة من بعد المرابطين جوا الموحدين كان عرفوا بأن المرابطين لم يحكموا بزاف تصدموا بظهور الموحدين التي أدت إلى سقوط المرابطين من جوا الموحدين هنا عبد الموم القومي السلطان الأول المؤسس لفعلي دي الموحدين بناء أن يختار على الثاني هذا الموقع بشيء بنى فيه واحد الحسم واحد القصبة اسمها قصبة المهدية نسبة إلى الزعيم دي الدولة مؤسس الإديولوجي والديني والزعيم الروحي دي الموحدين اللي هو مهدي بن طومرت اسمها له هذه القصبة لأنها جميلة وموقع جغرافي مهم وتقع كتربط يعني هنا هذا الموقع مع الأندلس لأنها كما نعرف المغاربة كانوا حكمين الأندلس المرابطين والموحدين بجوج بهم كانوا يستغلوا هذا المرفأ هذا الشيء به مرفأ يستغلوا به باش يرتاحوا فيه الجيوش ديالهم اللي كي يجونوا من ركش باش يمشيوا لأندلس وكان عبدهم من القومي والحفيد ديالي يعقوب المصور كانوا من هذه القصبة فاش كانوا يخططوا كيفاش يديروا العبور المتوسط يعني لحوال إلى الشمال يعني إلى الأندلس ما علينا هذا القصبة عرفات واحتطور مهم في عبد المهم اللقومي لأنه بناء هذا الجس يعني أزاد أو أضاف الجسء العلوي ديال اللي كي يبندب في القصبة وبناء أول مسجد في مدينة الرباط اللي يتواجد الآن في داخل قصبة الوداية وهذا مهم جدا إضافة يعني القصبة عرفات واحد تطور مهم أيضا في عصر الحفيد ديالي يعقوب المصور لدير مدينة الرباط لاستسها أضاف المدينة الأخرى وإلى آخره يعني هذه القصبة في عهد المرابيطي في عهد المرابيطي في عهد المارينيين عرفت واحد النوع ديال ديال الإهمال بحكم أن المارينيين خرجوا منها لأن داروا هالموحدين ومشو القصر مشو القصبة أو مدينة شلة اللي كانوا سكن فيها وداروا فيها المقبرة ديال السلاطين ديالهم ولكن هذا القصبة عرفت واحد لانتعاشها مرة أخرى بعد يعني طرد الموريسكيين أو المسلمين الموريسكيين في الأندلوش جو سكنوا هنا واتخذوا واحد الملجأ واحد المرفأ لها نموح الصنة وكانوا داروا فيها واحد الإمارات شبه الإمارات السياسية ديالهم إلى بعد ذلك جو العلويين وضافوا فيها الجوز السوفلي إلى آخر وعبد الرحمن السلطان عبد الرحمن بهشام هو اللي جاب يعني قبيلة الوداية لأنها عبارة عن جيوش تحمي السلطان جابها الهناية للوداية وكان فيهم الزعيم ديال قبيلات الوداية وهذه المناسبة يعني تسمت الاسم ديال الوداية نتفقوا على المبدأ أولا هي أنها مأتر تاريخي حضاري يعني يحفظ لنا ولا يشهد على مجموعة من الحقب التاريخية التي يشهدها المغرب وبالتالي نتفقوا بأن هذا ملك الجميع ومأتر حضاري يجب أن نفقر كيفاش نديره له تهيئة وكيفاش نتمنع سياحيا وتقافيا الرباطليوم في الرباطليوم تعد من بين أجمل عواصم في إفريقيا وهناك يعني برامج ويعني مخططات عمرانية ودلت هيئة يعني اللي صرفت عليها ملايير كثيرة جدا وحتى القصبة القصبة الوداية تشهد الآن يعني تشهد عمليات الترميم يعني هناك برنامج شامل لترميم هذه القصبة ولكن لإشكال أين يقع حين بدأ يعني انفجرت صراعات بين الملاك وبين السكان داخل القصبة أنا من وجهة نظري أعتقد أن القصبة يجب تفريغها من السكن الخاص وتتحول إلى مرافق عمرانية طرات متاحف قاعات للعرض يعني المآثير التاريخية لأنها كانت قصبة حربية كانت قصبة للدفاع وبالتالي يجب أن تتحول إلى مؤسسة متكاملة لحفظ الداكرة والطرات تكون فيها أنشطة تقافية أنشطة سينمائية أنشطة فنية عروض للتعريف بالحضارة المغربية وأن تفرغ من السكن الدولة يجب أن تفكر في هذا لأن تملك يعني جعل القصبة مسكن للسكن الخاص هذا يشويه من مرفولوجية القصبة يشويه من منظرها ويؤثر على الحضارة المغربية لأنك تعرف أنها نفايات سطح المنازل فيها القربورات فيها مجموعة الحوائج ويحزب هذا لا يعمل القصبة يجب أن تهيل ويجب أن نظرها أخرى جديدة لأن الدولة تقوم بالمتعين القانونيا تعويض للسكن ويجب أن ترى بديل كما ترى الليبرار ويجب أن ترى المدرور الصفح يجب أن تقلب الدولة كيفية تصفي السكن بشكل قانوني ويجب أن تشرع القوانين لكي تكون نموذج في المغرب ترجمة نانسي قنقر